دعا منصق مكافحة كورونا في الحكومة الإسرائيلية بروفيسور روني جيمزو المجتمع العربي التوجه لإجراء فحوصات للكشف عن إصابات بفيروس كورونا وشدد على ضرورة تعزيز التوعية بمخاطر الفيروس والالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من انتشاره جاء ذلك خلال جولة ميدانية في بلدة الفريديس وشدد جيمزو على ضرورة التعاون بهدف وقف الأعراس التي تشكل المصدر الأساسي لانتشار الفيروس بالبلدات العربية وحذر من تجدد انتشار الفيروس ملوحا بإمكانية إدراج بلدات عربية على القائمة الحمراء واتخاذ إجراءات مشددة بحقها قد تصل إلى فرض الإغلاق يشار إلى أن اللجنة الوزارية المكلفة بالإعلان عن المناطق الحمراء المغلقة مددت تصنيف مجد الشمس بلدة حمراء كما أدرجت قرية البعنة إلى القائمة وقرر المجلس الوزاري عدم فتح الصفوف الأولى حتى الرابعة في هاتين البلدتين أما الحضانات ورياض الأطفال ستعمل كالمعتاد